وفي اللقاء لقام بي رئيس الجمهورية وفي بيانة صادرة على رئيس الجمهورية فمزوز محاور المحور الأول متعلق بأفريقيا والمحور الثاني متعلق بالشأن الوطني في علاقة بأفريقيا تقريبا فمت 3 أو 4 أفكار رئيسية الفكرة الأولى هي غياب التعاون بين الدول الأفريقية أنا أعتقد أنه غياب التعاون بين الدول الأفريقية عنده مرجعية أساسية وهي مرجعية اقتصادية لأنه البنية الهيكلية لاقتصادية الأفريقية تقريبا لكلها مزالت فيها الطابع الاستعماري مزالت فيها الملامح الاستعماري سحيا اخرجنا من المعنى الاستعماري اللي فيه السلاح إلى معنى استعماري فيه السلاع يعني للأسف شديد فما الكثير من الدول الأفريقية ما زالت مرتبطة بشكل جذري بقوى استعماري كانت مستعمارتها بسلاح الآن مستعمارتها بالسلاع وبالتالي فأنه التجارة البيانية بين الدول الأفريقية لازم قرار سياسي قوي جدا لأنه حتى في المسألة اقتصادية نخرجهم المعنى السياسي حتى في المسألة الانتاجية القوى الاستعمالية عندها قوة انتاجية أقوى منها برشة وبالتالي فأنه مسألة تتطلب قرار سياسي قوي وإجماع إفريقي باش احنا ندخل في مسألة تجارة بيانية قوية على الأقل نتخلص شوي من العبء الأوروبي. إذا كنت نحكي مع الثروات مسألة مهمة جدا. ستتراحها رئيس الجمهورية مسألة الثروات هذه مسألة قاعدة تتعود في أكثر من دراسة في أكثر من كتاب في أكثر من فكرة. فقط بعض الأرقام أنه إفريقي تمتلك نصف احتياطي الذهب في العالم. هذه مسألة مهمة جدا. إفريقي عندها 15% من احتياطي النفط العالمي. عندها أكثر من 32% من احتياطي الثروات المعدنية إذا كنت نرى ثلاث أرقام هذه نقول أن القارة هذه كان من المفترض أن تلعب دورا أقوى برشة منها. دور سياسي دور اقتصادي. لكن للأسف الشديد دورها ضعيف جدا في مستوى العالمي. هذا يرجع المقولة الأولى كنا نحكيه فيها. وهي المقولة الاستعمارية ومربوطة زادة بالمقولة الثالثة اللي بش نحكيه فيها تو. وهي الحروب اللي موجودة في فريق. يحكي على رئيس الجمهورية بدولي في المرة الثانية هذه اللي يحكي على الحروب الموجودة في فريق. إذا كمش نحكيه على المشاكل والحروب الموجودة في فريق نصنفوها 3-4 عناصر تقريبا. فما الحروب اللي عندها بشكل تقليدي. فما الحروب اللي فيها نزاع عرقي. وفما الحروب اللي دخلنا فيها تو. اللي هي مسألة الانقلابات العسكرية اللي عندها طبع سياس. وبالتالي فإن أتفق تمامنا مع الرؤية منتها رئيس الجمهورية اللي يفما يد خارجية تحرك في الانقلابات وتحرك في الاشكاليات الموجودة داخل البلدان الأفريقية. بش ما نوصلوش للترابط 3 عناصر كنت نحكيه لك فيهم تو. ونوصل دور أفريقي ضعيف جدا. مقارنة مع حجم أفريقيا مقارنة حجم أفريقيا مستوى الجغرافيا مستوى يعني بوبيلاسون موجودة لأنه للأسف شديد كمش نحكيه مثلا على أفريقيا. نحكيه على سوق استهلاكية فقط. يعني قارة تمتلك كل هذه الثروات قاعدة سوق استهلاكية فقط. هذا في علاقة بأفريقيا. في علاقة بالمسألة الوطنية والحديث على التشغيل الهش والمناولة رئيس الجمهورية كرر هذا أكثر من مر. مسألة المناولة وحل مسألة المناولة. لكن أنا عندي سؤال مركزي معصف. إذا كمش نمشي ونحن ورئيس الجمهورية بش يمشي في سياق أنه الناس هذومة اللي كانوا يعملوا في الآليات الهشة وهي آليات متعددة جمونيك بوبيك تابرة. بما فيها المناولة والآليات حكيها نامسي منصفة قبيلة 16, 61, 40, 41 هذومة 10 تخدم تخدم 10 تشنو القرار اللي بشتتخذه وانتي في علاقب ذوها. لأنه سيقع الترسيم من السادوم. إذا كمش ندخلوا في المسارات متع ترسيمها والحاكم والوظيفة العمومية فانوارا بش ندخلوا في مسارات أخرى اللي هي في علاقة بارتفاع كتلة الأجور. بش نرجعوا لك المربع الأول اللي كنا نحكيوا فيه عن أشهر التالي. ارتفاع كتلة الأجور. العلاقة بالصندوق النقد الدولي. العلاقة بأنك أنت متروح عليك أنك أنت تتقلص من كتلة الأجور. وهذا سمعنيها أكثر من مرة. وأنك أنت حاطف المستوى القروضة مع صندوق النقد الدولي. أنك أنت مطالب على الأقل تقلص قدر الإمكان من هذه الكتلة. اللي وليت عب على الميزانية بتاع الدولة. ويمكن لنا نجم وقول لهم حتى اللقاءات اللي عم فيها رئيس الجمهورية. مع عدد من المسؤولين على المؤسسات المالية الدولية. نجم تكون معز في هذا الإطار حل حالة الأزمة على الأقل مرحلية. في نفس الإطار وفي نفس السياق والرفض اللي عمل هنا سرحان. نحكيه على اللقاء اللي كان جمعاً لبرح رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية. يهبط بلاغ على مصر وصفحة رئيسة الجمهورية يتحدث فيها عن محور هذا اللقاء من ضمن أبرز النقاط. هي أهمية مزيد تعزيز آلية التشاور والحوار بين تونس والبنك. هذا من أجل تمويل مشاريع وعدة في تونس في عديد من القطاعات. من ضمنها القطاعات التاقة المتجدة والنظيفة. تحليط المياه الصحة البنية التحتية والتكنولوجيات الحديثة. رئيس الجمهورية في نفس البيان يقول أنه بقدر دعم الدولة اليوم للمبادرة الخاصة وقطاع الأعمال إلا أنها ما زالت متمسكة بدعم المرافق والمنشآت العمومية. باعتبار دورها اليوم المحوري في الاقتصاد الوطني وفي حماية حقوق الإنسان الأساسيجي أيضا في ختم البيان هذية. تترق رئيس الجمهورية إلى حرص الدولة اليوم على أنها توفر الضمانات التشريعية والقضائية الضرورية والمناخ الملائم من أجل استقطاب الاستثمارات الخارجية. وتحفيز شركاء تونس على مزيد تمويل مشاريع متنوعة سهم في تحسين نسب النمو وفي دفع عجلة التنمية. عايس يا مونس فبو زيزي همية مثل هذه اللقاءات خاصة نقال بير أحمر رئيس البنك الأوروبي دعوة العمار. هو أنا حبيت فقط إن مش نربط مع المسهلة هو مجيء السيدة رئيس البنك الأوروبي للأعمار والتنمية واحد. إن شاء الله ما نكونوش حتى إحنا عادت عمار إن شاء الله مش نمان. إن شاء الله لباس مش عادت عمار بالمنطق متاع الحرب العالمية الثانية ولا في غزة ولا في جنوب البدد إن شاء الله. أنا راه هو أذية مشكلة المناولة متضرر منها أنا شخصيا. أنا في شخصي متضرر منها في في البر اللي نخدم فيه واحد يعني القضية نعرفها في في تفاصيلها معناها باهي. وأنا نقول سيد الرئيس راه هو حتى لا تتحول هذه المسألة وهذا الموضوع إلى موضوع ومحور نظالي عند النقابيين. أنت بيدك السلطة أنت بيدك تشريعات وبيدك القوانين فلنغير مش حتى قوانين راه فما 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 ساءل دي دي كري معناها مناشير نجم تغير بها كل شيء. وراه أنا أنا قريت حديث صحفي اليوم الواحد من قيادات الاتحاد العامة للشغل في صحيفة يومية. أنا نحيي الاتحاد وحييناه لما حق الموضوع ضايمت على المناولة على جدو الأعمال. وكان منجز حقيقي يشكر عليه الاتحاد العامة للشغل لأنه كان وقتها بعقلية وبذهنية ما قبل 2010. العقلية النظالية اللي تدافع على العمال والخدام وما إلى ذلك. لكن اليوم راهوا الموضوع هذا غير من الأجندة النظالية متاع النقابيين هياك الوسطى ومركزية. ماذا بينا الاتحاد الشغل أن يعيد طرح الموضوع هذا؟ مثال وقتها نقول هاو الاتحاد الشغل والناس الكل الهاجمة بين ذفرين زعمة زعمة الاتحاد الشغل تنتهي. لما يتلفتوا ويتولهوا بالمحاور النظالية الحقيقية اللي تم العمال. في علاقة بمجيء السيدة رئيسة البنك الدولي للأعمار نقول له يا سيد الرئيس ويا بلاد ويا حكومة رأي جيت لتشجيع المناول. راهوا الجاية متاحة جيت أساساً أساساً لمزيد دفع اقتصاد البلاد في اتجاه الشراكة ما بين القطاع العام والخاص. اللي هي في النهاية تذهب لما أنت يا سيد الرئيس تنادي لتخليص البلاد منه. لأن الخبر كونه جاءت واستثماره كذا أنا لا يعنيني الخبر بقدر ما يعنيني ما وراء وراء الخبر. هذه الشراكة بين القطاع العام والخاص. البنك هذا الاستثمر في السابق 2 مليار يورو. هو في النهاية هو البنك العالمي هو واحد من مؤسسات الخمسة البنك العالمي مع المؤسسة الاستثمارية مع متاع اليساف ومتاع النزاعات ومتاع الضمان متاع السيرانس هو واحد من الجروب بتاع البنك مونديال وهو اللي يعطي القروض. يعني بالنهاية هي جاءت في إطار معين دفع وثم لمتابعة تنفيذ إطار شراكة مع الدول الذي يسموه الكادر بارتونيليا سي بي اف كادر بارتونيليا إطاع. هذا جاءت تتبع فيه وثم مؤسسة في البلاد. احنا كانت لجنة هي في رئيس الحكومة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص. مؤخرا يمكن عندها شهر ولا شهرين أعطوها الاستقلالية المالية والإدارية وتحولت إلى هيكلة مؤسسة وطنية وعبومية. يعني مزيد تقطير وتشريع وشرعنة والإحاطة بهال القطاع هذا يمتع القطاع الشراكة بين القطاع العام والخاص. وجات وحيت أن المرة الأخرى في الندوة اللي عملتها وزارة الفلاحة على المياه في علاقة عندونيسيا واليوم العالمي المياه وما إلى ذلك. جات وتحيي في تونس وتحيي في المؤسسات التي تشتغل في قطاع المياه لأنها أمضت عقد لأنه هو تفويت في خدمات من الدولة للقطاع الخاص. تحيي فيهم لأننا مشينا وهذا هو جوهر المجيء الحقيقي للسيدة هذه للبلاد. وننبه الحكومة وأضع أمام أعين السيد الرئيس المسألة التي رأي من الخطورة بمكان هالقطاع العام والقطاع الخاص والشراكة هذه. لأنه أحنا نحكي على الشراكة من البيبي في الفرنسوية بارتونيريا بريبي بريبي. عليش مش بارتونيريا بريبي بريبي. عليش مش بارتونيريا بريبي بريبي. عليش بريبي بريبي. لأنه الخاص والعام. نعرف واحنا مؤسسات القطاع العامة في تونس داعبا. والقطاع الخاص الأجنبي. هذه هي المضررة التي تحصل للبلاد. وقد تم بالفعل امضاع اتفاقية بالشكل الضايا للتفويت في القطاع العام وخدمات القطاع العام لا إلى المؤسسة الخاصة الأجنبية في الإطارة ذات.